السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرفة انكم ما كنتوش تنتظروني هاد الليلة وحتى انا ما كنتش نوية باش نعمل هاد الفيديو ولكن من هادش حال وانا بغية نتكلم ليكم على واحد الاتفاقية كان مضاهى المغرب في مارس 2014 مع ايطاليا فيما يخص تعاول القضائي انحافى بان بنجموعة ديال الناس بعد اسمحوا لي كنتوين باللهجة المغربية لان الاتفاقية تمضت مع المغرب فلهذا هاد الفيديو غد يكون باللهجة المغربية لانه خاص بالمغربة وخاص بالمهاجرين المغربة اذا من الاتفاقية اللي مضتها الحكومة المغربية برئاسة بجيدي ومضتها الوزير اورلاندو تاع البيدي يعني الحزب الديموقراطي تمضت كيف ما قلنا في مارس 2014 وباش نجي ونشرح على ماذا تنص هذه الاتفاقية من طبعة الحال كثير من الاخوان والاخوات ما غادش يهمهم هاد الامر لانه ما تيمسهمش وبانه عادي باش تكون اتفاقية في تبادل يعني المعلومات فيما يخص مثلا الارهاب الناس اللي يهدوا امن تاع الدولة في مجموعة المجرمين الخطيرين مثلا فيما يخص تهريب البشار المخدرات يعني هاد الاتفاقيات او اتفاقية تعاون القضائي كانت مع ايطاليا من 1971 ولكن في 2014 شافوا بان ذيك الاتفاقية وخاصة الطرف الايطاليا وانتبهوا لهذا الجانب يعني ما بقتش كافية هذيك الاتفاقية اللي المغرب نضاها مع ايطاليا ومع تقريبا كل الدول الاوروبية ومن غير الاوروبية لان كل الدول تعملوا هاد الاتفاقيات فيما بينهم ولكن باش تعرفوا بانه او الوقع ديك الاتفاقية والمفعول ديالها ولو انها على الورق يعني لا تدعو للقالق باش تعرفوا الوقع ديالها والخطورة ديالها ومفعولها على الحياة انت على المواطن العادي البسيط او الغير البسيط لازم انكم تشوفوا هاد الاتفاقية مفعالة على ارض الواقع وماش يغيب تشوفوا المفعول ديالها باش تشوفوا ان المشغيع احيانا كثيرة اللي تغيب عليها بعض الحالات الخاصة وما كيشوفش ديك التغارات اللي تتخلق عند بعض المواطنين ماشي اليأس وإحساس بالظلم بل شي حاجة اكتر من ذاك شيء والباح في المدينة اللي انا كنسكن فيها وما غادش نذكر الاسماء ديال الاشخاص وما غادش نذكر حتى الاسم باش مكنتش يمرجع لحتش يواحد والاسماء اللي غاد يندكر هي اسماء من دماغ ديالي ولكن القصة وقعت والباح في المدينة اللي انا سكنة فيها وافراد من الفامي ديالي شهود عيان ولد شاب عنده 19 سنة جاء مع مامه وبابه ومع الاخت دياله وهو مما زال ينصر يعني تنظن بان الولد البنت زادت هنا ولكن الولد جاء عنده ديك العامين او ثلاث سنين كبرك يعني في ايطاليا ومشال مدرسة في ايطاليا وعنده اصدقاء ايطاليين وعش عمروا كيف كل ابناء ديالنا انت على سكندا جينيراتيوني هما ايطاليين بأخلاقهم وبمعاملاتهم وبعقلياتهم ولكن هما اجانب بالجنسية دياله من ناحية جريدك بيرقراطية وقانونية هم اجانب فش كي يقعش عاجة وجيو تتعاملو كي تتعاملوا معاملات الاجانب وليس معاملات يعني المواطنين الاصليين اذن اللي وقع ان هاد الولد اللي عنده غير 19 العام واللي تشبع بالافكار وبالثقافة الايطالية وقع ان الولدين دياله لأسباب لا نعرفوها يعني تفاقوا والام اللي يحسن العوان كتعمل كل مجهود دياله باش توفر ذاك الولد وذاك البنت حياة كريمة يعني كتشتغل للونها الولد وصلت للمراهقة يعني هادي عام تقريبا كان كل شي باخير عادي عام يعني ذاك سي المراهقة سين ديال الطيش واحتى صدقات صدقات كي اطر بزاف سي المراهقة ولكن الاباء يعني كي بحال في الحالة في هاد الحالة اللي كيكونوا من فاصلين والاب مكين شو الام خدامة ليلونها تيبقاوا المراهقين شبان مراهقين او شابات يعني عوردة لا اقول للضياع ولكن هما وكيفش يعني ربس بحن وتعالى اللي بغى يهديهم هو يلقوا شيء يعني صحبه وصداقه قبيحة يعني كيمكن لهم يخرجوا الطريق اللي كين ان هاد الولد يعني كانت عنده رفقة قبيحة جدا وبدك يتعاطى يعني المجموعة من الاشياء من هالمخديرات وما عرفش علاش ان ذاك الولد كان ديجا عنده يعني الحبس ديال الدار لسبب من الاسباب اللي وقع انه جوج الاصدقاء ايطاليين جوا عنده وعلم الله شنو داروا الليل الكامل وفي الصبح وقع زوته فهو مداب زو وقع صداع الولد نصو يعني كي يجبدل ديك الجدور دياله لانه كيمشي في الصيف كي يشوف كيادة نصوه مغريبي بالافكار ديال المغاربة وقع الجنوة والمواس ماشي كل مغاربة هكاك ولكن كاين واحد نسبة لي بالنسبة لك بحض المخزن مكاين شو يمكن يعمل لي بقى تنطيق اللي بقى كي غوة تخرج من الدار هو ما خاصوش يخرج هز جنوي الناس حست بالخطار جاو البوليس داروا له المينط هرب من البوليس وهو مينط يعني حط يعني حط مش فقط لفامي دياله وله الحالة دياله حط يعني حتى الصورة ديال لكوني طاما وكينا يعني الناس المغاربة اللي ساكنين في ديك المدينة هي مدينة متوسطة حطهم في واحد يعني في واحد الوضعية يرتالها وخاصة اننا نحنا كنعيشوا هالطيار ديال كره المهاجير وديال المهاجيرين كلهم مجرمين وديال يعني دالعاداء للمهاجيرين كي بحل يأكد ذاك الشيء اللي كيقول سالفيني ولي كيتبع سالفيني واستأت الناس ومن ديك الحالة طبعا الحال الإيطاليين ماشي ديسانتة لأنهم تهوا ما عندهم صوابق قبطون الناس ماشي اولا إذن شنو غادي يوقع السيد او الولد بغضنا داغ الحالة النفسية لحسن العوان ديال الوليدة دياله والاخت دياله وزع ما يا ربي لما يكون معاها ويكون معنا حتى احنا زع ما ذاك الشيء يرتالاه إنسان بعد مجموعة من التضحيات والخدمة ليلة ونهار والدمير ويتقلل نفسك مع الطلاين باش تخدمه ذاك الشيء يعني كتترجى ان ولدك او بنتك او ذاك الشيء اللي انت كتخدم عليه يعني تشوف النتيجة يكونوا غير مزيانين مع بعض مع نفسهم يعني ما يعطوك حتى شي حاجة يكونوا مزيانين وما كيتحقق لكش تك طلاب وكي يجيب دلك يعني هاد المشاكية الكلة مع لينا اتقولوا لي شنو علاقات هاد الشيء بالاتفاقية انتع فيما يخص تبادل القضاء هاد الولد كما قلت هو يطالب كل شيء الا بالجنسية وكي بحال هاد الولاد كينين بزاف انهم تكبروا هنا وكيعيشوا هنا وكيتربوا هنا وكينسوا الاصول ديالهم انهم مراغبا او انهم اجانب 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 يعني انك مهدد بالترحيل اذا اخطأت فانت مهدد بالترحيل ماذا سيقع وشنوك تعطيها هاد الاتفاقية الحكومة الايطالية انها تعمل في هاد الولد لانه انا كان اعطابه الطفل لانه 19 العام في ايطاليا ما زال ما نارجينش اذا الايطاليين اللي كانوا معاه واللي داروا ذاك الفوضى داروا ذاك الشيء كيتحاكموك حسب ما ينصوا عليه القانون اغلب الاحيان والديهم تعملوا لهم محاميين اللي كيدفع لهم بشراسة واللي كيخرجوهم لانه كل اللي كيتحبس في ايطاليا كيتحبسوا اللي كيقتالوا اللي كيدر شي حاجة قبيحة بزاف اما اللي كيدر مثلا كيكون محامي كبير تيخرجهم وكيعطوهم حبس الدار اوكي ولكن ذاك ولد لأمه مهاجرة وهو من اصل مهاجر ولحد الان ما زال ما تيحملش الجنسية كينه واحد الاتفاقية اللي كتعطي الحق لايطاليا انها فعوض ما تخسر عليه الفلوس فهو في الحبس يأكل ويشرب ويتعلم مثلا حرفة لانه متيتعلموا حتى حرف او انه كتأهله وكتصفته المدرسة باش يمكنه يدخل المجتمع واللي مواطن صالح ايطاليا خرجات فهد الاتفاقية باش هد المسجونين صفتهم البلادهم الاصلي مقابل انهم ولكنهم محكومين يعني مسائل قليلة واحيانا ما تيكنت قاعد تم حكم تيصفته البلاده وتهنا منه ما عنده علاش يخسر عليها خمسين او ستين اورو في الحبس الواحد اذا هاد طفل اللي باع ومار واخته عايشين في هاد البلاد واللي هو في المغرب بمثالين تيمشي لي هاري با كونس وماتي عرفش حتى يدوي بالداريجة تاللغة العربية وماتي عرفش يعني العقلية باش يعيش مع الناس تما واللي غيتهز لان الجذور دياله راهنا لسيكون دي جنيراتسيوني ما عندهمش الجذور وماتي عاشوا وبواتهم كبروا ولا يشعرون بلحانين الى ذلك البلاد لانه لا يعرفونه تعرفوه كيف حل سائحين اذا تصوروا ان هاد الولد هزتوا الطيارة وحطتوا في كازابلانكا قالوا له ركحور يالله سير شنو غدي يعمل وشنو غدي تعمل ذك سيدة اللي كتخدم بالليله وبالنهار واللي البنت في المدراسة وخصت تقرغيها وكان عندها ولدها ناس حداها على الأقل وخامو شارب كيدغذكش اللي كيعمل وكل شي مكاينش ووش هدك الولدين كله يعيش في المغرب بعقلية وبثقافة بلغة او خاصة واحد المسيغة دين ديماج وهد الحكومة المغربية اللي سنات على اتفاقية بحال هكا وش هيئات شي ضروف مناسبة باش هاد الناس من السجناء اللي كيمشيوا كالقراصهم حرين في بلاد واحدين خرين يسمحوا في ضيورهم لان هذا ما زال بعد اللي عنده 19 عام اللي كيزو كيسمح فضاروا واقفة مأتا وهنا قدي نجيب واحد القصة ثانية هي قصة المغربي اللي يدوز واحد الجزء من السجن ما عدته ست شهر او سبعة والباقي مشا كيدوزوا في واحد الكنيسة كي يمسحها وكي قدها في واحد الفيلاج الصغير ممكن تكونوا قررتوا عليه يعني بدك يتعامل مزيد حسن من الأخلاق دياله هادك القديس بدك يحمق عليه الناس كتبغيه كتحتارمه سوف يبقى ولله الاعتبار دياله وحس انه مفيد لهاد المجتمع وان هاد المجتمع مبقاش كيرفضه مبقاش كيشوف فيه كمهاجر وبده كيشعر بأنه جزء منه في ديك اللحظة اللي دك الإنسان كان تيخدم وكيأسس باش يخلق مستقبال ومستقبال موفيد جات الدولة وشنو عملات هزاته وعلماته انه لغد لي غيصبح في كازابلانكا سيرحل الى بلاديه بات مصبح شنقراته ربما تكون قراته انه انتحر لانه ما عنده حد ولانه حس بحل بالخيانة من واحد الوستاطل اللي وفر له واحد ضروف ديال الاندماج ودلات شيتاتسيوني ودلات شيتاتسيونية تيقبلك ذاك المجدع معه تيعتبرك جزء منه وما بيليل الواضحة قالوا لك سمحنا كناك نضحكو معك بسلامة وحالة ثانية ثالثة انتاع واحد الاخ نفس الامر 24 سنة كان مش عغيب بعد الاحيين فاش كي وقفوه للادنا الوراق كي نمو خوتو كل شيء ولكن الله لبس عليه هزوا حطوه صبح في كازابلانكا جدا من المغارب نزل بدك سلابا التلاين ما تنخاف ما كان حجم مواله اللي غاد لي هرسوا لرجلي دابزوا ومع اللغس اللي صبح مهرس إذن هاد الاتفاقية اللي يدار المغرب فيما يخص القضاء واللي كانت تتيت تحكم الإنسان بكتر من سنتين وبالقابول انت على الساجين فاش كي يقول أوكي أنا مخلي ممي مخلي عائلتي مخلي مارتي ولادي في المغرب وقع عليه المكتب إلا كنت وغا ترحلوا لبلادي ونكون حر نمشي عنده محتن هاد الحبس اللي غا ندوزه هنا نمشي البلادي ندوزه يعني كحر في بلادي حسن أوكي ما كنحتش يا مشكل ولكي اللي سيكون دي جنيراتسيون الأجيال الجديدة اللي ماشي خلقت هنا وما عنداش الحق باش تاخد الجنسية فاش توصل 18 العام اتنسيون رتطلي خلق هنا واللي من حقه يطلب الجنسية وياخدها من البلدية ما بين 18 و 19 عنده غير عام باش يطلب الجنسية إلا كنت عنده شي سابقة ما ياخدهاش إذا نتابه لهذا الموضوع هذا هاد الوليدات اللي كيجوا عندهم شهرين وعندهم عام وثلاث سنين وسبع سنين وتيكبروا بواحد العقلية إيطالية وتيكبر رأسه أنه إيطالي وأنه اللي عملوا صحابه الإيطاليين عملوا تقانا لا المغريب باعك المغريب تهنى منك وعارف رأسه بأنه فيش كي يقولوا ما كان المشكل سفتوا سفتوا ولا شوش إنه كاين حدي حوايجا كنت ما عندكش هديك العقلية أنك تحدي التليفون تحدي هادي تحدي هادي وتحضر بالآداب كيس حاب لك بأنه ماماك مازال غتوجد لك الكابوتشينو والبيسكوتي وغدي تلقاه ولا لا بغياش دل الوليدات اللي في هات السن وخاصة الوليدين خاصهم ينبهوا أوليداتهم بأنهم هم مهاجرين وفعلا أن عندهم الانتماء عندهم الأصدقاء عندهم كل شي ولكن ما حد أنهم شي عندهم الجنسية الإيطالية فمن الأحسن الإنسان يعيش مش معناه هذه أنك تحضر راسك أبدا أنك تعيش محترم أنك تعرف بأن القانون يختلف ويطبق لا يطبق على المهاجر كما يطبق على الإيطالي أكف وأن هذه الاتفاقية اللي كيدوزو بدون ما كيسفتو نسخة الجمعيات المجتمع البدني أو بدون أنك ينشي مجتمع حقوقك يدوي وقد يندويه على اتفاقية فيما يخص تبادل المعلومات الضاربية من بعد هذه الاتفاقية اللي كيعمل المغرب باش يحسن وجهه وباش يكسب مثلا صوت أو مساندة ديالدولة من الدول فيما يخص القضية الوطنية وغيرها نحن خمسة ملايين على أقل تقدير من المهاجرين في العالم وكان ساهمه مكتر من 40% في الصندوق وحارميننا من جميع الحقوق ديال المواطنة فيما يخص تصويت وانتخاب وغير ذلك فاشكون اتفاقيات تنائية بين بلد فيه كثير من المغاربة على الأقل رجعوا للناس اللي متخصصين في قانون الهجرة ومتخصصين في مشاكل المهاجرين ويعلمون كل الحيتيات باش ينبوكم لهذا الأشياء وحيدوا ذلك الفئة من تاك الأطفال اللي كبروا القراصم تيكون طفل اليوم وطيق قراصه شاب تاك 18 أو 19 من طفل اليوم غددها 18 رجع بالر وكيتحكم عليه كما كيتحكم على أي مهاجر جغل باح أو حرق جاء ودخل الحبس نفس الحكم نفس المصير تنتظرهم ماشي معقول لأن هذا كل ولد هو إيطالي بكل أشياء وطالي بكل شمال لا يعرف بلد غير إيطاليا ومن هنا كانت النضالة كنت على المجتمع المدني الإيطالي اللي كانت يطالب بالجنسية بير لسيكون دي جنيراتسيوني واللي الحزب التمقاطي كان بإمكانه يدوو ذهب لها في دوتشا ولكن كان خافي ليه بطلو الكونسينسو ويفقد انتخابات انتخابات تفقدها والكونسينسو تحت الصفر ولكن اللي سيكون دي جنيراتسيوني بقاوب لا جنسية إذن هي هذه الاتفاق اللي مضع لها المغرب في مارس 2014 فيما يخص تبادل المعلومات القضائية انتبهوا ما كتهمش فقط فيما يخص تبادل المعلومات حول الإرهاب أو فيما يخص تبادل حول كما قلنا تهريب البشار أو تهريب العملة أو شعاجة من هذا القبيل وإنما تهم حتى هذا الفئة منتاع الجيل الجديد وعيوا ولداتكم بالخطورة ديال هذا الأمر وكونوا مع ولداتكم فقهوهم فعلا الإنسان اللي يحسن العوان محتاج أنه يعطيهم يياكله ويصخنهم ويخلص الماء والكرى والضوء كل شي ولكن حتى التربية تتلعب وحد ضوء كبير كل شي معارض الأخطاء ولكن أخصتكم تعرفوا بأن أولاد الإيطاليين عندهم متسع باش يصحوا الأخطاء ديالهم أولاد المهاجرين محكوم عليهم أنهم الأخطاء حياته تتبعت حياته تتشتت أوصى تتشتت إذن سمحوا لي على هاتطلة ونتمنى أننا نطلقوا يعني تكون شي حاجة مفيدة بالنسبة لكم وكل ما كانت شي حاجة من هذا القبيل أنا كنحس بي يعني كنحس بالواجب ديالي أنه خاصني نهضر فيها ولو أنها قبل ما ما تكون ستهم بزاف منكم ولكن لازم أن الإنسان يعني يهضر ويوضح العباد الله ويحيد يعني يحيد علاقة وهذا شي اللي يكاين تنسلم عليكم وكنتمنى لكم ليلة سعيدة مع التلام ترجمة نانسي قنقر